اشتركوا في القناة يابل ما نبدأ لغينا فقرة خلو المسار للأسبوع هاد استعدنا عنها انه كتبتها في صندوق الوصف من بداية الشهر لنهاية الشهر يعني كل الايام اللي فيها خلو المسار اللي رح تمر خلال الشهر هاد وبرضو تواجد القمر في الابراج طيلة الشهر امتى في اي ايام رح تكون موجودة تقدروا تستفيدوا منها كل بداية شهر رح نزلها بصندوق الوصف عشان انسهل على الاشخاص اللي بنزعجوا من المقدمة واللي بقولك المقدمة طويلة وما فيش منها فايدة ومنستفيدش من اشياء لها علاقة بخلو المسار مش عارف ليش بتسمعوا الابراج اذا مش مهمة بقول لكن عشان هدول الاشخاص اللي بنزعجوا فاحنا كتبنا لك وياها كتابة يعني ربضارة نافعة باستفيدوا منها بعض الاشخاص اللي بهمهم يعرفوا كل الشهر امتى القمر بنتقل للبرج الفلاني امتى بتواجد فيه امتى ساعات خلو المسار بكون عارف وحاسب حساب للشهر كامل او بعرف من بداية الشهر لنهاية الشهر هاي الامور بشكل اوفى واوضح طبعا لكن النقطة اللي ما رح اقدر انا الغيها اللي هي اساسا لانه هاي مرتبطة بتوقعات الاسبوع اللي هي تواجد القمر خلال الاسبوع في الابراج لازم نذكرها في المقدمة بتكون تتحملوها اللي طبعا بنزعج برضو من الامور وحاب يسمع الصافي للبرج وعادي بمشي لشريط لحديت ما يشوف الاشارة هيك اللي فيها برجو بسمع برجو وبكتفي بالموضوع هذا للناس اللي يعني بحبوا التفاصيل الدقيقة بحبوا يتعلموا يعني يعني بيعنكوا الله تحملوهم طيب خلينا نحكي اول اشي عن تواجد القمر خلال الاسبوع طبعا اليوم احنا الخميس اه ستة الشهر ستة ثمانية القمر موجود بالحوت رح يظل ليوم الجمعة اللي هو سبعة الشهر ظهرا اه هو في برج الحوت من ظهر يوم الجمعة بنتقل للحمل وبظل فيه لغاية فجر يوم الاثنين اه هاي كل هالفترة اللي هي سبتوا احد واثنين لغاية الفجر بظل في الحمل من فجر يوم الاثنين ولغاية عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الثور من عصر يوم الاربعاء ولغاية منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل للسرطان يعني القمر بمعنى اخر الاسبوع هذا رح يتواجد في الحوت الحمل الثور الجوزاء السرطان الاهم اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في الايام العادية احنا ذكرنا انه في زاوية التربيع تشكلت ما بين اورانوس وما بين الشمس هي ما زالت مؤثرة وراح تظل الاسبوع هذا الها تأثير وهاي الها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالاشياء المفاجئة السياسية او الاحداث السياسية المفاجئة اللي ممكن تصير خلال الفترة هاي انا بسميها فترة عض الاصابع لمين اللي بدي يصرخ في الاول عشان يوقل الكفوف فما بنعرف مين اللي بدي يوقل الكفوف الاسبوع هذا اكل الكفوف رح يبين لانه في عنا زاوية التربيع رح تكون زاوية خطيرة جدا رح تشكل يوم الخميس اللي هو يوم 13 الشهر رح تكون بين المريخ وبلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا 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 بترجم فترة الاحتقان السياسي او الضغط السياسي اللي بمر عليه العالم بالفترة هاي فترجمته رح تكون بالفترة اللي هي من يبل 13 الشهر بقى كم يوم وبعد 13 الشهر هي الفترة الفيصل لهاي الامور وهاي من اخطر الزوايا اللي انا حذرت عنها بتوقعات السنة لانها هاي رح تستمر معنا اشهر لانه المشتري بمشي بمسار امامي بعدين بده يتراجع فبتظل الزاوية هاي متشكلة مدة طويلة وهاي بتدل على مشاحنات وعنف وامور الها علاقة بالحروب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبرضو بتدل على مقتل شخصية مهمة في ظروف غامضة وإلها علاقة في الارهاب والاغتصاب والتفجيرات والحرائق وبرضو بعض الحوادث الطبيعية يعني زي ايش لعب العاصير الو علاقة بالبركين الو علاقة بالزلازل فطبعا ممكن ولا اشي من اللي انا ذكرته يصير وممكن اشي من اللي انا ذكرته يصير مش معنى هذا اني واو حققت انجاز او اني جبت من عندي ولكن هاي الزاوية لما بتتشكل في احداث من الاشي اللي انا ذكرته بتصير والله اعلم عشان ما احد يقول لي ايش اللي انت بتحكي خلينا نروح على توقعاتنا على الابراج وخلينا نبدأ بالبداية مع برج العقرب طبعا الاهم انه نحكي عن البيت الثالث بالبداية وخصوصا انه هو بنحكي عن برج الجدي اللي له علاقة بالاتصالات والمواصلات والامتحانات وبما انه هو موجود في المشتري موجود في زحل موجود في بلوتو ثلاثي بتراجعوا عملات زاوية تربيع مع المريخ فهاي شوية الامور بتدها ضبط الاعصاب صحيح عندك نشاط عالي وقدرة على التواصل والاتصالات والاقناع وعندك ترعة بديهة عالية مندفع بشكل كبير تصل لحد التهور في بعض الاوقات الا انه بتطلب منك الصبر في بعض الاوقات ما تصدر قرارات وما تعنف الاشخاص اللي حواليك وما تكون حاد بالطباع حاول انك تمسك اعصابك قدر الامكان بالفترة هاي رح تنشط باتصالات وحوارات وتنقلات ورح يكون لك اهتمامات بامور الهلاقة بالسيارة او بالهاتف او بالجهاز كمبيوتر الاهم على الطرقات بداك تكون حذر من الحوادث والمفاجآت واذا كان عندك دراسة او امتحان بداك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت الخامس فهنا احنا بنحكي عن نبتون نبتون مش منتحس صحيح بتراجع ولا انه بتقلب بالمزاج طول الاسبوع فعشان هيك هو رح يفتح لك مجالات عاطفية او تواصل مع الاحباء او قدرة على الخروج معهم او للتلاقي مع الحبيب بالفترة هاي بيحمل لك اجواء جيدة ولكن ابعد عن الوسواس وابعد عن الشك وابعد عن الغيرة ممكن شوي تحتد او تزعل من بعض المسائل او النقاشات في بعض الايام الضعيفة حاول انك انت تخلي في نوع من انواع الحوار الجيد وما تصدر قرارات وخصوصا اثناء تعاملك مع زملائك او مع ابنائك او مع والديك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء يعني على مستوى العمل هنا منحكي عن المريخ هي اكثر نقطة هاي بدنا نحذر منها انه ما تأجل عمل ما تتأخر عن عملك ما تتغيب عن عملك ما تقصر بعملك ما تدخل بمشاحنات او مشدات كلامية ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل حاول تركز بشكل جيد بالفترة هاي وبرضو راقب وضعك الصحي حاول انك يعني اذا شعرت بشيء غير اعتيادي انك تراجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع فهنا احنا منحكي عن اورانوس كوكب المفاجآت اللي بيعمل مفاجآت على مستوى علاقة الازواج في بعض او الشركاء المال فهاي بتجيب مفاجآت اما انها بتطور علاقة لدرجة انه بتعيش بسلام ووئام عالي جدا او خلاف وخصوصا العلاقات الضعيفة اللي بتكون عرضة للانفصال بالفترة هاي بسبب خلافات ممكن ما تكون محتملة او ردات الفعل تكون عنيفة وتصل لمراحل يعني كون من وراها نوع من انواع الفصال او الطلاق اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الزهرة موجودة وهون بتدعمك بشكل قوي جدا فممكن تنشط بامور الها علاقة بالاتصالات الخارجية او الحوارات مع اشخاص خارج البلاد او امور الها علاقة بسفر او تعامل مع اجانب او تعامل مع مؤسسات كبيرة ممكن انه هاي مؤسسات دولية ممكن تفتح لك شغلات الها علاقة بالدراسة او العودة للدراسة او الرغبة للاطلاع على ثقافات معينة او للتعارف على اشخاص من خارج البلاد او اجانب عنك فممكن تساعدك بشكل قوي وبرضو تدعم على مستوى الاوراق القانونية وعلى مستوى المعاملات القانونية او المحاكم او القضايا بالفترة هاي بتكون باتجاهك او لصالحك اما بالنسبة للبيت العاشر فهنا احنا منحكي عن ايش منحكي قاعدين عن عطارد وعن الشمس اللي اساسا موجودات بالاسد وهذا بيت السم عليك فهم يا دول رح يدفعوا باتجاه جيد جدا بالنسبة لالك لانه زوايا جيدة لحد الان مشكلة فعشان هيك ممكن تجيب لك فرصة عمل الجديدة او ترفيع او يعني مديح او اطراء او ثناء على طريقة عملك بتقارب ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل بتعمل نوع من انواع التكريم في بعض المسائل اذا انجزت عملك بوقته اذا قمت بواجباتك على اكمل وجه اذا كنت طيب في طريقة التعامل مع زملائك ورؤسائك بالعمل مش يجي واحد فض او بعمل مشاكل ويقولك لا والله توقعاتك مش مزبوطة لا بدك تتعامل بالطريقة الصح وتقارب بالطريقة الصح عشان تستغل الاشي الصح في منك ورح يقدم على عمل او يتوظف بعمل جديد او ينفتح له مجال لعمل جديد الاهم انك ما تدخل بمغامرات ومجازفات ومخالفات وما تخالف القوانين وما تعمل اشياء مشبوهة لانه هذا بيت السمعة فعشان ابعد عن هاي الاشياء كل الامور ان شاء الله بتصير لصالحات اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من صباح الامس الاربعاء القمر موجود بالحوت حتى ظهر يوم الجمعة بتجتازوا بصورة عامة فترة ايجابية بتبعث على البهجة والانشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بتعيش اجمل اللحظات ممكن تحقق امنية وتصيب الاهداف بالفترة هاي بيطمئن بالك وتفرح لعلاقة جديدة او لمصالحة او لتسوية تتمتع بشخصية جذابة اهم ايشي انك توظفها لتحسين وضعك من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالحمل بيتك السادس حتى فجر يوم الاثنين انجزوا ما ترا كم لديكم من عمل ابتجدوا تعاون من زملائكم نظموا جدول غذاءكم وخذوا قصد من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني ان المرحلة رح تكون سهلة بتكون الواجبات او بتكثر الواجبات عندك وبتتزامن ومن الحكم عدم اهمال الاشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية من فجر يوم الاثنين القمر بصير موجود بالثور حتى عصر يوم الاربعاء فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيج شراكاتكم خصوصا شراكات المال وشراكات العاطفة حاذر من الانفعالات بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة انت بيغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة كون صبور وما تتدمر الفترة هاي خالية من الحضوض من عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الجوزاء حتى منتصف ليل الجمعة على السبت ادخلوا التعديل المطلوب على امركم المالية المشتركة ما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك لا تكون جارح الكلام بل فوض بهدوء ودبلوماسية كون حريص على حقوقك بتتحسن الاجواء وممكن تحصل على فرصة المناسبة لتبرير اخطائك من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير موجود بالسرطان فهذا بيتك التاسع فبتنشط في امور الها علاقة بالسفر او الاتصالات البعيدة كونوا اكثر صبر اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتعيش اجمل اللحظات واكثرها حركاتك اهمش انك ما تقف ساكن اتحرك عشان تستفيد من هاي المكاسب قدر الامكان هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد عن لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء